قامت مؤسسة وحية كريمة بمحافظة أشرقية بتوزيع صناديق الحماية المجتمعية بمدينة الصالحية الجديدة والمناطق التابعة لها وذلك بهدف زيادة إحساس المستحقين من الأهالي بالدور الخدمي والإنساني والخيري للمؤسسة خاصة في ظل توجهات القيادة السياسية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للوصول بصناديق الحماية المجتمعية إلى المستحقين بالقرى والتوابع وتدعيم الدور الإنساني والخيري للمؤسسة طيلة شهر سنة وعدم الاقتصار على تقديم الدعم للمستحقين في المناسبات فقط فعالية النهاردة ضمن فعاليات كثير لمؤسسة حية كريمة طبعاً بتنطلق لمساعدة أهالينا المستحقين للرعاية على مستوى جمهورية احنا في محافظة الشرقية انطلقت أكثر من فعالية لمساعدة أهالينا في محافظة الشرقية بدءاً بمساعدات سنديق الحماية المجتمعية اللي جايين بيها النهاردة بصفة دورية لأن سنديق الحماية المجتمعية ما بتتوزعش فيه من مؤسسة حية كريمة لأهالينا المستحقين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى محافظة الشرقية بصفة موسمية وإنما بصفة دورية بنقول لأهالينا المستحقين احنا معاكم وجنبكم دي فعالية من ضمن الفعاليات المستمرة على مدار العام نحاول بقدر المستطاع ان احنا نوفر لهم حاجات مهمة جداً في البيت منها مثلاً الرز وزيت والسكر والدقيق والمكارونة يعني كارتونة متنوعة بحيث انها تقدر تعين الناس على ظروف الحياة وتوفر لهم حياة أفضل شوية وان شاء الله من أحسن لأحسن وبنتطور الكارتونة ومنشوف الأسر الأكثر احتياجاً نحاول نوصل لهم لغاية عندهم الكارتونة اللي هو توفر لهم يعني جزء بسيط من الحاجات المهمة اللي في البيت نتدي ان احنا ننظم نفسنا كفريق عمل وبنوزع نفسنا في اتجاهات كويسة ويعني بنتدي ان احنا كل واحد ياخد مكان معين تمام وبنوصل للكورة اللي هي الضعيفة بالنسبة للمستحقين ويعني احنا برضو مرأيين ظروف ان احنا نروح في وقت يبقى مناسب بالنسبة للناس المستحقين وكده وبابتسامة برضو جميلة وبنديهم الكارتونة بتاعتهم يعني الناس بتبقى مستوطة جداً وسعيدة اشتركوا في القناة